بعدما تكلمنا على مفهوم أو معنى قديفة كيف تنقصت بحركة قديفة نريد أن نتكلموا على أهم النقاط التي تركز عليها في الدرس بالنسبة لحركة قديفة في مجال التعقالة المنتاني في الدرس قديفة قديفة أربعة هذه النقطة النقطة الأولى هي معرفة كيفية تحديد المعادلات الزمنية للحركة إذن هنا يجب كل واحد فيكم يعرف كيف يحدد معادلات زمنية للحركة كنت تعرفون أن تحديد معادلات زمنية سبقنا هنا في الدرس الأول في القوانين نيوتون وكذلك في السقوط الحر والسقوط بحثكاك أو السقوط الداخل الماء تحديد معادلات الزمنية يطلب تطبيق ما يسمى به القانون الثاني لنيوتون إذن يجب أن يكون هناك مشكلة في تطبيق القانون الثاني لنيوتون منذ أن نقول تطبيق القانون الثاني لنيوتون يجب أن نذكره ما هو المراحل التي نفعلها لتطبيق القانون يعني تحديد المجموعة المدروسة إجراد القوى تمثيل القوى اختيار المعلام لا يجب أن يكون هناك مشكلة في هذه النقطة إذا كان هناك مشكلة في تطبيق القانون الثاني لنيوتون لا نستطيع أن نضعه أو نعطيه المعادلات الزمنية للحركة النقطة الثانية التي طلبت حديد معادلات الزمنية هي يجب أن نحدد ما يسمى به الشراط البدئية للحركة ماذا تنقصد في الشراط البدئية للحركة؟ الشراط البدئية للحركة يعني يجب أن نحدد جوجة الأشياء اليوم مهمة الشيء الأول هو ونحن نحدد إحداثية الموضع البدئي نقطة بدئية منك تنطرق القاذيفة المكان لينطاقت منه والبلاصة لينطرقت منه الجسم لنحدد الإحداثية من هذه الموضع اذا كان الموضع البدئي نحدد الإحداثيات ذلك عند السافرْطن من نقطة معينة إذا كان هذه النقطة لينطرقت من القاذيفة او هذا المكان اللي انطلقت منه القديفة في اللحظة تكت ساوي سافر خسنا نعرف نحدد لي الإحداثيات دياله يعني الموضع الموضع نحدده بوسطة إحدى إحداثيات تاني شيء هو خسنا نعرف نحدده ما يسمى بإحداثيات متجهة السرعة البدئية إذن الشروط البدئية هي يوجد أشياء إحداثيات الموضع البدئي المكان اللي انطلقت منه القديفة عند اللحظة السافر نعرف نعطيه إحداثيات دياله وكذلك إحداثيات متجهة سرعة البدئية إذن نجد الأشياء مهمة إذن إذا حددنا الشروط البدئية طريقة صحيحة وطبقنا القانون تاني ديال موضع طريقة سريمة ممكن نعطيه المعادلات الزمنية لحركة قديفة النقطة التانية بنسبة لحركة قديفة ما هي النقطة التانية؟ النقطة التانية هي تحديد معادلة المصار النقطة التانيةي قديفة هي تحديد معادرة المصار نعرف معادرة المصار أخذون معادرة المصار إذا أريد أن نحددها يجب أن نحددها من المعادرة الزبنية بطريقة صحيحة نراكم بشكل معادرة المصار النقطة الثالثة التي سوف نرى في الحركة القديمة هي تحديد إحداثيات قمة المصار ما تنقصد سبق لنا تكلمنا على أن القديفة هي كل جسم يتم تحريره بسرعة بدئية يعني كنتلقوا بوحد سرعة بدئية ويكون عنده وحد المصار وهو مصار شل جامي أو مصار منحاني يعني إذا شفنا المصار ديال القديفة إذا شفنا المصار ديال القديفة إذا كان واحد النقطة التي تصل إلى القديفة وهي تعتبر قمة المصار هذه النقطة نسميها نقطة S قمة المصار إذا هذه النقطة S عندها إحداثيات عندها أفصول التي نسميها XS و عندها أرتوب التي نسميها YS إذا النقطة الثالثة التي نطرق لها هي تحديد إحداثيات قمة المصار إذا النقطة S تعتبر هي قمة المصار هي أعلى نقطة تصل إليها القديفة إذا هذه النقطة S هي أعلى نقطة تصل إليها القديفة تفقين؟ إذا نريد أن نعرف أن نحدد الإحداثيات ديالة النقطة والنقطة الرابعة وهي النقطة الأخيرة أن تكلموا على إحداثيات نقطة سقوط القديفة إذا هذا المكان الذي تطع فيه القديفة سنحدد الإحداثيات ديالة القديفة تتميز بوحد المصار روش عجابي من هذه النقطة تتلقون يحدث الشête في قدم المصار تسمي نقطة P هذه النقطة يmetros لها أفصول روشbau أرتوب ديالة يجب أن نعرف أن نحدد الأفصول والأرثوب في هذه النقطة صفة عامة هذه هي مختلف النقطات التي سنقوم بها في الدرس إذن نقسم الدرس للنقطات الأساسية النقطة الأولى هي تحديد المعادلة الزمني للحركة كما رأنا أن تحديد المعادلة الزمني يطلب تطبيق القانون الثاني للنيوتون وآدم ذلك يطلب تحديد الشراط البدئية التي سنعيدون لهم في المرحلة القديمة إن شاء الله النقطة الثانية هي تحديد المعادلة المصار سنرى كيف نبدأ معادلة مسار المعادلة المصار ست letzten أولئا ما قام فصدعم هذه المفت grandchildren نبدأ بالنقطة الأولى هي تحديد معادلة الزمنية تحديد معادلة الزمنية سابقا أن تطلب الأشياء أولا تثبيق القانون الثاني الثاني حاجة هو تحديد الشروط البداية إذا سنأخذ واحد مثال مثال أول شيء معلم لدراسة الحركة إذا سنأخذ واحد معلم متعامد ممنظم المحور هو المحور OX و المحور كمثل المحور OY عند اللحظة T تساوي 0 عند اللحظة T تساوي 0 نقوم بتحرير جسم عند كتلة معينة بسرعة بدئية V0 تفقين؟ إذا عند اللحظة T تساوي 0 نقوم بتحرير جسم من نقطةه بسرعة بدئية V0 تشكل المتجات السرعة بدئية تشكل زاوية Alpha مع المحور الأفقي OX تفقين؟ إذا نقوم بأن القديفة و كل جسم ينطلق بسرعة بدئية و يتميز بمصار شجامي أو مصار منحاني إذا هذا سيكون هو مصار القديفة أعلى نقطة تصل إليها القديفة نسميها نقطة S التي تعتبر قمة المصار و نقطة التي تضح فيها القديفة أو تقضي فيها القديفة سنسميها مثلا نقطة P إذا هذا هو مثال نحاولِ من خلال هذا مثال إذا لدينانا نقوم بالجسم S ذو كتلا M مثل M كتلا معينة نحرره بسرعة بدئية V0 تشكل زاوية Alpha مع المحور الأفقي OX و سيكون لدينا مصار اللي هو مصار منحاني أو مصار شجام إذا نحاولِ من خلال هذا المثال نحدو بمعادلات المعادلات الزمنية ولكن قبل أن نبدو المعادلات الزمنية نحدو الول شيء الشروط الشروط البدئية. ماذا قلنا عن الشروط البدئية؟ الشروط البدئية للحركة يجد الأشياء أساسية. أولا هما إحداثيات الموضع البدئي. نحدد أول حاجة إحداثيات الموضع البدئي. يعني عند اللحظة التي تساوي السفر من أطلقنا القضية في هذا المثال طلقناها من نقطة O. إذن الموضع البدئي اللي هو النقطة O إحداثيات ديره غنسميه X سفر Y سفر. ما يعني بX سفر Y سفر؟ X سفر هو أفصول الجسم عند اللحظة السفر اللي هو سفر بينسيه من هذه النقطة اللي هي أصل معلم. و Y سفر غتكون أيضا هي سفر. نقطة O اللي طلقنا من هالقضيفة إحداثيات ديرها هي X سفر Y سفر. إذن أفصول ديال النقطة البدئية أو الموضع البدئي هو سفر. الأرتوب دياله هو سفر. تاني شيء هو إحداثيات متجهة السرعة البدئية. إذن متجهة السرعة البدئية في زاغو عندها إحداثيات. ما هو إحداثيات دياله؟ هي V0X وكذلك V0Y. ما معنى V0X؟ V0X هي الإسقاط ديال المتجهة V0 على المحور OX. يعني هذا المتجهة في زاغو سوف نقوم بإسقاط على المحور OX. كي نعرف ما هي V0X. V0Y هو إسقاط المتجهة في زاغو على المحور OY. تفقين؟ إذن نبدأ أول شيء في تحديد. إذن نقوم بإسقاط المتجهة في زاغو X. إذا أخذنا المتجهة في زاغو X يمكننا الإسقاط على المحور X. لذلك تعرفوا أنها إسقاط ديال المتجهة. وفيد الذي نخدم عليه. سنأخذ المتجهة ونعتبرها أصل الطرف. يعني نعتبره نقطة. نقطة الأصل وهذا الطرف. سنأخذ الأصل ونقوم بإسقاط على المحور X. إسقاط ديال أصل يتواجد على X. يعني سيبقى هو نفسه. إسقاط طرف ، ونقوم بإسقاط عمودي للمحور X. وهذا أقول أن أصل الطرف على الصفقة. سيدنا وانقوم بإسقاط المحور X. إسقاط الأصل هو نفسه. إسقاط الطرف هو إسقاط عمودي طرف. يعني فقد نتبه نقطة ، وستطهنا Berlin أن الإسقاط على المحور X. لذلك سيكون الأصل هنا. التطرف سيكون هنا. لذلك سيسمع بإ kang place . إسقاط ديال الأصل سيكون هنا. والإسقاط Singhiertين بإمكانية النقطة hay. إذا غربت هذه النقطتين هذه المنتجهة اللي حصلت عليها سنسميها المنتجهة V0X هل تفهمين؟ V0Y هي الإسقاط دي المنتجهة V0 على المحور OY يعني دائماً سنعتبر المنتجهة V0 على نقطتين أصل وطرف إسقاط الأصل للمحور Y أصلاً يتواجد على المحور Y إسقاط الطرف هو إسقاط عمودي على المحور Y إذن سوف يأتي الأصل هنا وطرف إسقاط دي المنتجهة نكمل المنتجهة دياري وبالتالي سنحصل على منتجهة V0Y إذن V0X هي الإسقاط دي المنتجهة V0X نعود كيف يمكننا ذلك أصل الطرف كنسقطه الأصل على X وكنسقطه الطرف بشكل عمودي على X كنسقطه على نقطتين كنربطوهم كنشكله متجهة V0X إسقاط على المحور Y كنعتبر المنتجهة كذلك نقطتين إسقاط دي الأصل على Y هو نفسه إسقاط الطرف إسقاط عمودي سيأتي في هذه النقطة وبالتالي كنلقي هذه النقطات وكنرسم المنتجهة وكنسميها V0Y إذن دا باشفنا طريقة الإسقاطات نحدد هذا التعبيد من V0X نريد أن نذكر أنه إذا كنت تدامين في واحد المثلة وهو قائم الزاوية نفضح الورقة أخرى هنا في المثلة وهو قائم الزاوية هنا عندي هذه الزاوية سنسميها مثلا ألفا الضلع المقابل الضلع المقابل الضلع المحادي سنسميه B و الضلع وهو المقابل للزاوية القائمة إذن في المثلة له قائم الزاوية ثم نقول أن A تعتبر مقابل و B تعتبر محادي و C تعتبر الو و C تعتبر الو الو إذن في المثلة قائم الزاوية في المثلة قائم الزاوية بسبب كوينوس هي الزاوية كوينوس لها الزاوية وهو الضلع المقابل لها الزاوية ب على البداية و C يعني من هذه العلاقات إذا تحتاج إلى ب ب و الضلع المقابل ستنصر بها و C الضلع المقابل بأبدأ نقول بأبدأ طريق A مضروبة فاجف كوس يونيس ألفا تفقين أيضا كنقوله السينيس دي الزاوية ألفا السينيس دائما نقومني كنقول الكوس هو المحادي على الوتر تفقين السينيس كننخذه هو المقابل على الوتر شنو المقابل هنا هو الدلع A والوتر هو الدلع C يعني السينيس نقدر نكتوها هي المقابل على الوتر إذن من هذه العلاقة إذا أريدنا مثلا نحدي ذلك A اللي هو A كتعني للمقابل كننخذه هي السينيس دي الزاوية تفقين إذن في متلة قائم الزاوية نحن نعرف إمتى نخدمه بالكوس وإمتى نخدمه بالسينيس نحاول نتكلم كما بسيغة مختصرة الكوس من كنن بغير لموح هذه نخدمه بالكوس للمقابل المقابل سينيس هو المقابل على الوتر يعني في هذه الصغة أعتدت تعتبر المقابل لأنه بغير المقابل سينيس سينيس هو المقابل على الوتر تفقين لذلك الحوجات سأحاول ندخله ما أمكن هنا لذلك V0x كما ترى تمثل الدلع المحادي ديالالفا كما قلنا المحادي كنخدمه بالكوس إذن هنا هذيك V0x نقدر نكتب فيها جيانا نقدر نقوله بأن الكوس يونيس ديالالفا الكوس ديالزاوي ألفا هو الدلع المحادي اللي هو V0x على الوطر اللي هو V0 إذن من هذه العلاقة ممكن نحدد V0x لذلك V0x هي V0 مضربة في كوس يونيس ألفا إذن إذا أردنا V0x هي V0 في كوس ألفا إذن تعبير V0x سيكون V0 كوس يونيس ألفا أيضا إذا شفنا نحن لا يوجد إليس باس في نكتب نحاول إذا أردنا هذه المتجاهة V0y وقدرنا له إزاحة نقوم بإزاحة هذه المتجاهة V0 ونأخذها هنا تفقين؟ يعني حفت الإعلى توازي حفت على التقاييس وحفت على المنحة V0y هي متجاهة تتمثل المقابل للألفا إذا نقوم بسينيس المقابل فنقوم بسينيس ماذا تقول العلاقة؟ السينيس للألفا يساوي الدلع المقابل وهو V0y على الدلع المحادي وهو V0 إذا سينيس للألفا تساوي المقابل على الواطر نعود V0y وادد على المقابل الواطر هو V0 إذا من هذه العلاقة V0y نأخذها V0 سيونيس ألفا وبالتالي أتولي عدنا V0Y هي V0 سيونيس ألفا تفقين شروط البدئية في هذا المثال الموضع البدئي نقطة أو إحداثيات دياله 0 0 والصرعة البدئية الإحداثيات دياله هي V0XV0Y V0X هي V0 كوسيونيس ألفا V0Y هي V0 سيونيس ألفا هنا الهدف ديالي بيانسيق هو تحديد المعادلات الزمنية نحاول نكمل المثال عدش ناخدو حالة أخرى اللي نحدو في الشروط البدئية تفقين تحديد المعادلات الزمنية الحركة خصنا نعرفو أن تحديد المعادلات الزمنية ضروري ندوز عبر مراحي تفقين المرحلة الأولى هي تحديد المجموعة المدروسة